فيما يلي بلاغ للديوان الملكي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الخميس تاسع عشر أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين الموافق لثالث ربيع الثاني الف واربعمائة وخمسة واربعين بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصصا للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون البالية برسم سنة الفين واربع وعشرين والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا وفي بداية أشغال المجلس وطبقا لأحكام الفصل التاسع والاربعين من الدستور قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة الفين واربع وعشرين وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالبي واستمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد يشمل كل القطاعات يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة ويهم حوالي 4 ملايين ومائتي ألف من ساكنة البراطق المتضررة بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم على خمس سنوات وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون البالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب البلكية السامية وفي البرنامج الحكومي وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون البالية لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية أولا تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتعزيز تدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم الإصرع بتنزيل هذا البرنامج وفق مقاربة مندمجة وباعتماد حكامة متناسقة من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي وبموازات مع تخصيص غلاف مالي إضافة لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية من خلال تسرع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ثانياً مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية لا سيماً من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجيل الاجتماعي الموحد كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان واستهدف هذا البرلمج ستين في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي ونظراً لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير وتجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك أعزه الله للأسر الفقيرة والهشة من المقرر أن لا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن خمسمائة درهم لكل أسرة مستهدفة كيفما كانت تركيبتها وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية سيتم إعطاء الأولوية أيضاً لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن ثالثاً مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية لا سيماً من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضاء اللازم لتحقيق التنمية الشامرة وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدوانة الأسرة وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك أعزه الله سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعاً أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة لا سيماً من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بما يعزز دينامية الاستثمار ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل لا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة رابعاً تعزيز استدامة وتوازن المالية العموبية لا سيماً من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مرضوديتها وذلك من خلال الحرس على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3.7% خلال سنة 2024 وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 تمت المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري ويتعلق مشروع القانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ ثامن شتنبر 2023 وامتدت آثاره إلى كل من عملة مراكش وأقالم شيشاوة وتارودانت وورززات وأزلال أما مشروع المرسوم فيهم تغيير المرسوم المتعلق بمكفولي الأمة تنفيذ للتعليمات السامية الرامية إلى تحسين وضعيتهم المادية والمعيشية من خلال تمكين كل فرد يتمتع بصفة مكفولي الأمة من الاستفادة بصفة فردية من الإعانة الإجمالية الممنوحة لمكفولي الأمة مهما كان عدد أفراد الأسرة المتكفل بهم عوض تخصيص إعانة واحدة وتقسيمها إلى أقصات متساوية بين الإخوة المكفولين لنفس الأسرة وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية صادق المجلس الوزري على ثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف اثنتان منها تندرجان في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء ويتعلق الأمر بالاتفاقية المدنية بشأن الفساد واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد وسيتم تقديم الملاحظات والتحفظات الضرورية بهذا الخصوص بالنسبة للمقتضايا التي تتناقض مع التشريع الوطني أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول معتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني بهدف توسع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية وطبقا للفصل التاسع والأربعين من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة وزير الداخلية تفضل جلالة الملك حفظه الله بتعين عدد من الولاة والعمال ويتعلق الأمر بكل من السيد السعيد مزازي واليا لجهة سوس ماسا وعملا على عملة أقادير دوتنان السيد محمد مهيدية واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعملا على عملة الدار البيضاء السيد فريق شراقة واليا لجهة مراكش أسفي وعملا على عملة مراكش السيد يونس التازي واليا لجهة طنجة طوان الحسيمة وعملا على عملة طنجة أصيلة السيد علي خليل واليا لجهة الداخل وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب السيد عبد الرزاق المنصور عاملا على إقليم تتوان السيد حسن زيتوني عاملا على إقليم الحسيبع السيد جمال الشعراني عاملا على إقليم النظور السيد عبد الله جاهيد عاملا على إقليم ورززات السيد اسماعيل هيكل عاملا على إقليم تنغير وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية عين جلالته السيد محمد القروج في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقناب الهندي والسيد لبنى بوطالب في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عين جلالة الملك نصره الله كل من السيد أحمد التازي سفيرا لجلالته لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السيد فؤاد أخريف سفيرا لجلالته لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد محمد أيتو علي سفيرا لجلالته لدى جمهورية مصر العربية السيد سامير سيطايل سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية السيد عبدالقادر الأنصاري سفيرا لجلالته لدى جمهورية الصين الشعبية السيد يوسف العمراني سفيراً لجلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية عين جلالة الملك السيد عبد الرحيم الشافعي في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعية